أفضت وزارة الدفاع الأمريكية بأنها تراقب السلوك الذي تتبعه إيران في شمال شرق سوريا من خلال تدريبها مجموعات بالوكالة لتوسيع نفوذها في هذه المنطقة وأكد المتحدث في اسم البنتاجون في مؤتمر صحفي أن الطريقة التي تدير فيها إيران أعمالها هي تدريب المجموعات الوكيلة والتأثير عليها في إطار سياستها الخارجية الهدفة لترضي الولايات المتحدة من الشرق الأوسط ومن جهة ثانية ذكرت السفارة الأمريكية في سوريا على منصة X أن روسيا تحبط وتعرقل تقديم المساعدات الإنسانية لملايين السوريين بينما الولايات المتحدة ساهمت بتقديم مساعدات للشعب السوري منذ عام 2011 أعلن وزير المهجرين اللبناني أن بلاده ستسانف تسير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم خلال أيام مبينا أن القافلة الأولى التي من المقرر أن تنطرق صباح يوم الثلاثاء المقبل ستقل ألفين لاجئين سوري وعقد وزراء ومسؤولون أمنيون لبنانيون الأمس اجتماعا مغلقا في بكركي حول ملف اللاجئين السوريين بدعوة من المركز الماروني للأبحاث والتوثيق برئاسة البطريارك الماروني بشرى الرعي وأكدت مصادر في حزب القوات اللبنانية لصحيفة الشرق الأوسط أن الاجتماع يأتي في سياق التعبئة الوطنية المطلوبة لمعالجة ملف الوجود السوري غير الشرعي في لبنان لأن هذا الملف لم يعد يحتمل المماطلة ويجب الذهاب إلى خطوات عملية توعدت قوات حركة النجباء العراقية إسرائيل برد قاس إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت صباح الأمس الخميس المركز الثقافي والأعلامي لقوات الحركة في منطقة السيدة زينبري في دمشق وحذرت القوات في بيان لها أن ردها سيكون مباغيتا وقويا ومؤثرا في حين كشفت حسابات تابعة للنظام السوري عن مقتل عنصرين من قوات النظام في الاستهداف الأخير بينما ذكرت وزارة الدفاع السورية أن الاستهداف أتى لخسائر مادية قال برنامج الأغذية العالمية أن تكاليف السلع الأساسية تواصل الارتفاع في سوريا لكن رغم ذلك لا تزال مستويات الدخل منخفضة إذ لا توطي سوى 29% من إجمال النفقات وأضاف البرنامج التابع للأمم المتحدة في تقرير أن مستويات المعيشة المتدهورة بالفعل في سوريا تواصل التراجع في عام 2024 بسبب انخفاض قيمة اللير السورية ونقص المحروقات والصراع الأقليمي وذكر البرنامج أن سعر سلة الحد الأدنى للإنفاق وهو مقياس لحساب تكلفة معيشة أسر مكونة من خمسة أفراد شهريا أن يعادل مفهوم خط الفقر ارتفع 2% لنحو 2.8 مليون لير السورية في شهر آذر الماضي قال مركز الجسور للدراسات أن محاولات الحكومة السورية تنشيط القطاع الصناعي تواجه أربعة تحديات رئيسية تشمل مشاكل الوظائف الحيوية للجهاز الحكومي والخطاب والبيئة والأولويات وأوضح المركز في تقرير أن التحدي الأول يتمثل في الموازنة التي لا تتعدى 2.5 مليار دولار ما يقطع الأمل أمام توجيه أي دعم مباشر أو غير مباشر للقطاع الصناعي وأضف أن الحكومة تصيغ خطابها في التعامل مع القطاع الصناعي وعموم التجار على أنهم فئة مستفيدة من الحرب ولا ينقصهم التعم تجمع العديد من المتظاهرين والمتظاهرات من أبناء السويدة في ساحة الكرامة في مدينة السويدة لأحياء مظاهرة مركزية يؤكدون فيها على مطالبهم بالتغيير السلمي والانتقال السياسي في البلاد وتسمر السويدة في يومها الـ 268 من حراكها السلمي تأكيدا على مطالبها بتطبيق القرار الأممي 2254 وتحقيق دولة المواطنة تشاهدون مقطعا مصورا من مظاهرات اليوم غالي 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 اشتركوا في القناة